خليني في النقطة دي تحديدا لانه انت هتحرج الكاميرو في عشرين وواحد وعشرين حتى الاعلام عندهم كان بيتكلم في النقطة دي بعد البطولة بتاعة الكبار ما خلصت ان احنا هنعمل ايه? علشان نجاري حتى بس او يعني نبقى على نفس المستوى ومش هقولك نتفوق عليهم لانه صعب بس نبقى زيهم على اقل فتفتكر انت فعلا هتحرج اي برد بتصديف كسر الامر الفريقية في السنين اللي جاية؟ خلينا متفوقين بس يا كريم في الاول ان ما هيش اي بطولة مثلا لبطولة 23 سنة او المنتخب الوليمبيا او بطولات افريقيا قبل كده اللي تلعبت بالنسبة للمنتخبات الوليمبيا او العمراء الصغيرة معلمة ما حد يعني انت ما تفتكرش مثلا اي بطولة قبل كده تلعبت مثلا انت عملت في ايه مع الاحطران طبعا لكل بلاد بقى افريقية بلاد دولة عربية ايا كان ما اعتقدش ان ولا يعني بطولة خدت اي يعني زي ما بيقولوا كده انتشار او الناس بتيتتكلم عنها انا ما افتكرش ده. ماشي. فالتحدي بالنسبة لك الكبير قوي ان انت ازاي رفعت بتاع البطولة دي او رفعت القيمة التسويقية للبطولة دي رغم ان هي بطولة اه شباب رغم ان هي طبعا بطولة مهمة ما فيش كلام. جد. بس مين بقى بيقدر يرفع القيمة التسويقية للبطولة دي. مين يقدر يرفع العائد اللي جاي للبطولة. العائد على فاكرة مش كاروي بس. اه. العائد على فاكرة مش تزاكر المواطشات او العائد كده. لأ. العائد مليون الف حاجة. طبعا. ان انت بتوسل رسالة ورسالة ووضحها للعالم كله انت تأمل ايه تأمل ايه في بطولة للشباب تخيل بقى لقى انت تتخيل لما يكون بطولة بطولة للكبار وحن الحمد لله ومشه ما تخيل اه هالجعب شهرين ثلاثة بصدر اه هالجعب شهرين ثلاثة فعندنا بطولة يديني نقدم فيها يعني تحلى بطولة بتاريخ افريقيا اه لا ومعطفتش نفيه تحدي اقوى من كده يا كريم كمان صح. انت مكلف بالبطولة بعدها بثلاثة شهور. صح. انت تم تكليفك بالبطولة تبلها ثلاثة شهور. لم نشوف كده امم اوروبا او كاس العالم medio حتى بطولات افريقيا. سنين. سنين. اه اه اه. اقل حاجة ده ناس بتبقى ع Ranf قبل بطولتين ٣ يعني تبقى عارف مسلا باعث ان comes bien. كاس العالم كاس العالم بريسسا اه 8 سنين. اه. كاس العالم دم 10 بجهزة. كلم حتى على البطولات اللي هي الامم اوروبا او البطولات اللي بتقام في فترات قريبة يعني. اه. يعني الحاجات اللي هي بتقام. اللي هي فرق ما بينها يعني. اه. اه يا بتوت افريق اه. 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 فخلاهم متفقين ان لأ التحدي الاجبر في الكان في رفع القيمة التسويقية للبطول. صح. ده حصل. يعني دلوقتي بتلاقي الناس كلما بتتكلم على البطولة. ان وسائل الاعلان كلها تتنوى لها بالشكل ده. ده مهم جدا. الجمهور كمان وجودوا بالشكل ده وبالكسافة ده كان امر مهم اه ماشي ممكن يكونوا مكنوش مالين مرأة. بس هل تعتقد انه يعني هيرتفع تدريجيا? يعني انا يعني انا اعتقد ان مع المنافسات. اه. مع المنافسات ومع قوة المنافسات اللي هيرتفع. بس احنا برضو هنا يعني من هنا برضو بنحب نواجه رسالة. الجمهور يحضر المطشاط. ممطشاط كوي جدا. ممطشاط ممتعة جدا. غير كده كمان ان في اه زي ما بيقولوا حاجة وطنية. حس وطني بقى. بعيدا خالص عن فكرة ان انت بتتفرج على وطنية. طبعا. طبعا. وبعيدا عن فكرة انت رايح تستمتع بمطشاط. خلينا انت تفكر اسعار ايه 20 جنيه 30 جنيه. ولا حاجة. اه يعني حتى المية خمسين جنيه الاولى. متين جنيه الاولى. حتى البي اي بي توتو مية خمسين جنيه. يعني تتكلم في اسعار تناسب كل فئات الشعب. صح. اه متوفرة على على سيستم تسكرتي. سيستم تسكرتي طبعا سيستم ممايز جدا. سيستم كويس جدا. بسهلة بطولة. بسهل فيه بسهل كتيرا مهمة ان انت عايز تشجع وتروح وبتعلى. لا انا طبعا. لا وانت عايز بقى من الى داخل. طبعا. والنظام ماشي ازاي. وبسهل على كل اطرافع. بسهل على الجمهور نفسه. طبعا. بسهل على الجهات الامنية اللي حب انها برضو تبقى يعني مسك الموضوع. الموضوع بيتطور. طبعا. يعني انت لما تيجي تشوف كان يمدلاتي في البطولة الافريقية طبعا كان اول مرة. لسه الناس مش حافظة مثلا دنيا بتمشي ازاي. صح. برضو عاملوا حاجة حلو او في تسكرتي. فكرة انهم قالك بنفس الفان اي دي. يا دوبك بس بتروح تخرج واحد جديد. وبتاخد التسكرة. فالموضوع برضو بتاع بتاع التسكرتي ده موضوع مهم جدا. انا بس بناشد الجمهور ان هو يحضر ويتواجد. الموضوع مش موضوع كورة وموضوع ان ان انت عاجبك مثلا مباراة او بتاعيس تشوف فريق معين. لأ. الموضوع لازم يتوجه الحاجة تانية خالص الحس الوطني. لازم يمتواجدين دي سورة مصر. غير كده كمان منتخبنا محتاج الدعم. النهاردة كنا في مؤتمر كابتن شاوي غريب. كنا من الكن بيتكلم مع مباراة غريب. يعني رسالة صريحة. رسالة صريحة. انا محتاج الجمهور. الجمهور هو حس بقوة الجمهور في مباراة الاولانية. مش عايزة كلام. على برضو اللي حستو ان الجمهور في مباراة الاولانية مش الجمهور اللي راح يتفرر. ده انا كنت مستغربه جدا. جمهور راح يشجع. اه جمهور راح يشجع. كان فيه عدد كبير طبعا. فيه اكيد طبعا كل حاجة موجودة. بس انا شفت نسبة كبيرة جدا من الجمهور. عندها وعي تشجيع. وان هي لازم تشجع منتخبها في وقت من الاوقات. محتاج منتخبها تشجيع. فده انا ده ادهشني. هنا قلت مسلا ممكن فكرة تذكرتي. الجمهور اكتر عائلات او كده. اه ورح ينفتتاح. وحفة. ووضح ان العائلات دي عندها الوعيدة. يعني ووضح ان العائلات عندها الوعيدة. كبتش غريبا النهار ده اتكلم في الحيطة دي. واكد ان المتشاط طول طول المادة تتصعب. انت ماشي دلوقتي في اه لايب تمالي. مالي فريق صعب. عندك غانا فريق صعب. كاملون فريق صعب. ان شاء الله طبعا عشان برضو يعني مش اعيد كلام مراد في الحيطة بتاعة الحفلة الافتتاح. يعني الحفلة الافتتاح ده الناس كانوا بيقعدين في الاستاد اسبوع. اه. اسبوع ناس مقيمة. عامين زي معسكر والله. يعني بدون بلغة. ناس قعدة في الاستاد معسكر اسبوع. سواء بقى شاكي او مسؤولين الوزارة او 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 او. عاديين معسكرين في الاستاد. سبعة ايام متواصلة بروفات. الوزير طبع الحضر. اه. كل المسؤولين كانوا متواجدين. كل الناس يعني اعدهم هدف واحد. ازاي اه الحفلة دي تطلع بالشكل ده. الحمد لله انا اعتقد ان الحفلة تلات بشكل مردي بكل الناس. جدا ايه بشكل مردي جدا بس انا عشان برضو افسر الجملة اللي انا قلتها عنصر الابهار في الحفلة الخاصة ببطولة الكبار. سمعت بزيادة في العالم كله. طبع. وده طبيعي. لانها بطولة الكبار اول حاجة. طبع. والطبيعي ان كل العالم بيتفرج عليها سواء كورة او غير كورة هو ايه بتفرج. لو خليت نص العالم يشوف بطولة الشباب يبانش نجحت. جدا. يعني انت بطولة العالم كله شاف. افريقيا الكبار العالم كله شاف. فانت لو خليت نص العالم بس يقرأ عنها اخبار او يتابعها. فده نجاح. فده نجاح. بالضبط. اعتقد ان ده حصل وحصل بكتر من كده كمان. ان شاء.